الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يقول هل يحرم كتابة اسم الميت على شواهد القبور هل يحرم كتابة اسم الميت على شواهد القبور فقد سمعت من يحرم ذلك النهي عن الكتابة في شواهد القبور رواية شاذة رواية شاذة مخالفة للصحيح الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فما بالك بمخالفة الضعيف للثقة أو لمن هو أوثق منه هذا إذا كان ثقة وخالف الأوثق منه فكلامه شاذ فما بالك بالضعيف ويستدل من يحرم الكتابة على شواهد القبور بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر يعني يغلفه بالجسس وأن يقعد عليه هنا اختلف العلماء في النهي عن القعد على القبر ذهب الشافعي وأحمد وأظن أبو حنيفة إلى تحريم القعود يعني واحد يجلس كما راني جالسنا على الكوسي الإمام الكلام عنده فهم آخر للحديث الحديث واحد ولكن الفهم يختلف الإمام مالك ثبت عنده أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسدون القبور منهم سيدنا علي بن أبي طالب وكانوا يجلسون عليها وكانوا يناموا فيها إذا نموا في المقبرة يدراسوا على القبر فلذلك الإمام مالك واش فهم من أنه يعني القعود يعني القعود للغائط للنجاسة حشك إنسان يروح يوسخ في المقبرة هو القعود القعود للنجاسة مش القعود هكذا إنسان برك أو قاعد وهو طاهر هذا ليس فهما للإمام مالك العلماء حدقين فهموا القعود ولكن الإمام مالك لا لما شاف الصحابة رضي الله عنهم وصرفهم بليهما كانوا يجلسون على القبور وفي القبور وداخل المقبرة ما كانت عندهم حساسية كما رهي اليوم اليوم هذه الطائفة الظالة هذه داروا للشعب حساسية من القبور إذا نمت قبارك مشرك إذا زلت قبار مشرك إذا وقفت قدام قبار مشرك تروح تزور قبار النبي عليه الصلاة والسلام حرام لا يجوز ترفدي قدام قبار مشرك داروا لهم حساسية داروا لهم حساسية حتى ولتنا سمرضى بهذا الخوف من الشرك من الشرك من الشرك حتى وصلوا إلى الغلوم حتى وصلوا إلى الغلوم إذن الإمام مالك كان يقول وأن يقعد عليه يعني القعود للغائط للنجاسة وأن يبنى عليه وأن يبنى عليه وهذا الأفتى علماؤنا المالكية بكراهة البناء على القبر إذا كان في المقبرة لأنه يضيق على الناس يعني سواء يبنى عليه بناء شاهق هذا حتى يوصل إلى الحرمة لأنه تبذير أما إذا كان فقط بناء للحفاظ على القبر كي لا يسرق أو كي لا يتعدى على الميت أو كي لا ينبش كي إن حيوانات تنبش المقابر وكي إن صحراء أو ينبش المقابر إذا تبني بنيان خفيف لا يزيد على شبرين أسمع مليح لا يزيد على شبرين للحفاظ على الميت من الصحراء ومن الحيوانات ولكي لا يضيع فهذا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلم على البناء على القبر لغير ضرورة لغير حاجة حتى النبي نفسه نهار حبي يعلم قبر ابن مضعون جاب صخرة كبيرة قال أتعلم بها يعني نديرها علامة قبر أخي ابن مضعون وبهذا شرع لأمته بناء أو حجر أو شيء يعني يلي علم للقبر كي لا يضيع وكي لا يسرق وأنا أفتي أعوذ بالله من كلمة أنا اليوم في زماننا هذا لكثرة الفساد والتعدي على الموتى وبيع الأعضاء والسحر والسحر والسحرة الآن أبني بناء لا يزيد على شبر وأسد هذا القبر كي لا يتعدى عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه لأنه يؤدي إلى يدحق الناس هو يسحق ميترة يدير له عشرة أمتار كي حتى بعض الطواغيت شفناهم في العالم يدير له حتى القاضيفة كما قبول فراعنا القاضيفة مراية عين تعلماء ونح يشعر بعد حسبنا الله ونعمة الوكي زاد أو يكتب عليه هذه كلمة أو يكتب عليه هذه العبارة هذه أو يكتب عليه عبارة شاذة رواه مسلم في صحيحه بدون هذه الزيادة ورواه ابن الملقن في البدر المنير بدون هذه الزيادة وحكم الذهب بغرابته مع الزيادة في تاريخ الإسلام والحديث الغريب حديث ضعيف وحكم المنذر في مختصر سنن أبي داود بأنه منقطع مع الزيادة مع الزيادة وقال الإمام الحاكم السمع الإمام الحاكم صاحب المستدرك ماذا يقول يقول الإسناد صحيح وليس العمل عليه الإسناد صحيح سمعته ما تجيش أنت دكتوري للإمام الحاكم هذا الحديث وتقوله ثبت عندي حديث هو هو لرواه لك هو لجبه لك هو الذي رواه في مستدركه وقال الإسناد صحيح وليس العمل عليه وليس العمل عليه وبهذا تعلم باللي قد يثبت الحديث سندا ولكن يكون عمل الصحابة وعمل الناس على خلاف ذلك الحديث لأنه ثبت عندهم غيره ثبت ما يعارضه مش لأنهم يخالفون الحديث كما يفهم الجهل لا لا وإنما لأنه ثبت عندهم غيره هناك دليل آخر يقيده هناك دليل آخر يوضحه وهكذا إذن قال الإمام خليل في مختصره وتطيين قبر مكروه وتبييضه بالجير يعني مكروه وبناء عليه مكروه أو تحويز وإن بوهي به حرمة وإن بوهي يعني إذن ابنه قبر للزوخ للزوخ للإفتخاء فهذا يحرم لأنه من التبذير ويجازل التمييز كحجر ويجازل التمييز فالإمام خليل يجيز وضع حاجة للقبر ليتعلم لنعرفه أو خشياتين أو خشبة بلا نقشين إذن هذا الحديث الذي يحتج به أو يكتب عليه هذه رواية الشاذة هذه رواية الشاذة يجوز الكتاب على القبر خاصة للحفاظ عليه ولا يجوز الطواف بالقبور لا يجوز عند الآئمة الأربعة الطواف إلا بالكعبة عند الآئمة الأربعة لا يجوز الطواف إلا بالكعبة هذا إذا كان إنسان يطوف بالقبر وليس عنده نية معينة يعني يطوف ولكن ما عنده نية أن صاحب القبر يحيي أو يميت أو أن صاحب القبر يرزقه من دون الله إذا كان فقط يطوف نيت مليحة كما نقول هذا حرام أما إذا كان يطوف بالقبر وعنده اعتقاد باطل كأنه يعتقد أن صاحب القبر ينفعه من دون الله أو يضره من دون الله أقول فهذا قد خرج من الإسلام فأخذوا حذركم الناس إنسان يطوفوا بالقبور بنيت الولد أو يطوفوا بالقبور بنيت أنها تتصلح مع الزوج انتحها ولا تطلق إذا كانت تعتقد أن صاحب القبر يدعو الله لها فهذا حرام حرام لأن الطواف بالقبور لا يجوز إذا اعتقدت أنه ينفعها من دون الله يعني أخرجت الاعتقاد في الله من قلبها في هذه الحالة ليست مسلمة ليست مسلمة حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر